الهومو سايبيينز أكيد ستسمع هذه الكلمة الكثير من المرات وإذا لم يكن لديك حتى علاقة بالبيولوجي تستطيع أن تسأل ما هو المعنى من أين جاءت و لماذا تكتب حلقة ملايير الكائنات الحية لكي تسهل علينا الدراسة كل كائن حي نعطيه اسم علمي ونقسمه من مجموعات العلم الذي يهتم بالصنيف الكائنات الحية هو تاكزانومي فالتاكزانومي كانت منية الرانكس أو المستويات والتي هما الدومين كينجدم فايلم كلاس أوردر فاملي جينس وسبيسيز أي كائن حي الممكن يتحلك على بلك يدخل في واحد من هذه الثلاثة الدومين إما الأركيا البكتيريا أو الأركيا الأركيا هي كائنات أحادية الخلية وهي من أقدم الكائنات الحية اللي ظهرت على سطح هذا الكوكب تقريبا هذه 3.5 مليار سنة مجموعة من الكائنات اللي كنتمي للدومين دي الأركيا عندها قدرة عجيبة على التأقلم في ظروف الجد قاسية مثلا في مناخ لدرجة الحرارة جد عالية أو مناخ لقليل في الأكسجين هذه القدرة على التأقلم هي اللي خلتها عيشة لهذه الملاير السنين ومشي بعيد إذا وقع شيء ماس إكستانكشن أو انقراض جماعي ممكن إنقارد الإنسان وستمر مورانا الملاير سنين أخرى الدومين الثاني هو البكتيريا البكتيريا هي كذلك من بين أول كائنات الحية اللي ظهرت على سطح هذا الكوكب في هذا الحض ее الذي ترفر فيها بHyder يقول اب dangerous كهنا ملاير بكتيريا اللي العيش عالجيل ذلك في الماعيدان أو الماعية ذلك في الحقيقة معمرنا إذا بحثنا ودائما عيشتно معزنا ملاير دي الكائنات الحية الأركيا أو البكتيريا كي تعتبره prokaryotes يعني الخلايا ديتهم مفيهش Newcados أو 90 من بعدما تطورت الأركيا من ملاير السنين أعطتناري neukaryotes وهما كائنات الحية крепكة التي ي brokaryotes كي تتطور الحياة الخلايا دي الكوليوس أو 90 الإيوكاريوتس يقسمون الأربعات الممالك والليومة كينغدوم آنيميريا كينغدوم آف بلانتي كينغدوم آف فانغاي و كينغدوم آف بروتيستا الحيوانات هي كائنات المتعددة الخلايا قادرة على الحركة أو التنقل مكروسكوبك يعني ممكن ملاحظتها بالعين المجردة و كتعتبر مستعلكة يعني كتغداء على حيوانات أو نباتات أخرى النباتات هي كذلك كائنات متعددة الخلايا مكروسكوبك يعني ممكن ملاحظتها بالعين المجردة و كتعتبر يعني منتجة تنتج الغذاء ذي لها بنفسها عن طريق عملية التركيب الضوء الفطريات أو الفانغاي هي كذلك كائنات متعددة الخلايا و كتعتبر مستعلكة و محللة حيث تساعد على تحلل الكائنات الحية و كيفما كان فطريات المضرة للإنسان كان كذلك فطريات التي فيها منفعة للإنسان لو ما كانتش الفطريات والبكتيريا ما كانتش غادي تأكل شيء بحل الجبن أو الخبز حيث الفطريات تدخل في صناعة الخمائر و تدخل كذلك في صناعات بعض مضادات الحيوية بحل البينيسيلي و أي حاجة التي لا يمكن تصنيفها مع الحيوانات النباتات أو الفطريات كنصنفها مع طلائعيات أو البروتيستا و التي هي كائنات ممكن تكون أحدية أو متعددة الخلايا ولكن الخلايا ديالها فيها النوات مملكة الحيوانات تنقسم الكثير من الفايلامز اللي كي همنا هو الكور ديالة أو الحيبليات الحيبليات كتمتاز بوجود حبل عصبي حبل ظهري جيوب بالعمية و ذي ممتد خلف الشرج على الأقل لواحد الفترة من الحياة ديالها هذا الفايلام أو الكور ديالة أو الحيبليات كنقسم بزاف ديال الكلاسيز بحال الطيور الزواحب البرمائيات اللي كي همنا هو الثديات أو الماميليات الثديات عادة ما تليد ولا تبيض كتردع الصغر ديالها بالحليب عن طريق الثدي و كيكون عندها وبر الثديات كي نقسم بزاف ديال الأوردرز منهم كالقوى البرايميتز أو الرئيسيات البرايميتز كتعيش في الأشجار عندها عينين في مقدمة الرأس عندها أضافر عواد المخالب عندها بصمات اللي كتميزها بحل الإنسان و كتمتاز كذلك بدخامة الدماغ و القدرة على رؤية الألوان البرايميتز كي نقسم بزاف ديال الفامليز أو العائلات القرادة العلية القرادة العلية تتمتاز بجسم كبير عادة الدكور تكون أكبر من الإناث غياب الدين دراعين متطورتين تتمتاز كذلك بوقفة مستقيمية أو شبه مستقيمية و فتحات الأنف ديالها تكون متجهة للأسفل بحل الإنسان عكس القرادة الحالية تكون فتحات الأنف ديالها جانبية الهومني دي كذلك ينقسم بزاف ديال الجينيرا الجينيرا هو الجامع ديال جينس تلقى مثلا البونكو الغوريلا البان والهوم أي الإنسان الإنسان يتميز بجمجمة كبيرة أطراف متناسبة مع مشيات القدمين و إبهام جدا متطورة و قادرة على صنع أدوات بكل سهولة إلى لحظة الكائنات الحية ستلقاها تنقسم بزاف ديال الأنواع مثلا بزاف ديال أنواع الكلاب القطط الفيلة الأرانب الجمال ذي أب إلى آخر الوقت طويل و نعتقد أن الإنسان واحد الكائن حي المقطوع من الشجرة و منه غير نوع واحد و من بعد تكتشفونا كذلك أن الإنسان كان نقسم بزاف دير الأنواع التي عاشت على سطح هذا الكوكب والذي كلهم نقرضوا من غير الهومو سيبيينز أي الإنسان الحكيم الذي هو أنا أو أنت التي تفرج في هذا الفيديو لكي نتفذو إختلاف الكلمات من اللغة الأخرى لكي نريد إسم علمي لأي كائن حي نستخدمون باينوميو نومنكليتر أي أننا نكتبو الجينس الذي يكون كابيتلايزد و أحده نكتبوه سبيسيز و كل شيء يكون إن إتاليكس وهذه هي شجرة الحياة من هذه ملايير الصينيين إلى يومنا هذا إلا عجبك الفيديو سقدر تنشره عنك في الفيسبوك وما تنساش تدير سبسكراب باش يوصلك الفيديو الجاي وسلا سلام